النهاردة كانت قرعة مهمة جدا في مسابقتين دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرلية خلاص الموسم الماضي انتهى بسرعة على المستوى الإفريقي والناس بتستعد لموسم جديد هينطلق إن شاء الله خلال الشهر المقبل طيب النهاردة قرعة الدوري التمهيدي الأول والسن كلنا عارفين أن الدوري التمهيدي الثاني في يعني أندية تم إعفاءهم من المشاركة في التمهيدي الأول حوالي عشر أندية في دوري الأبطال دمكم على الشاشة طبعا يمكن دي كواليس مرسم قرعة دوري الأبطال وكأس الكونفيدرية عقدت اليوم حوالي الساعة 2 الضهر في مقر الكاف في أكتوبر بدأوا الأول بدوري الأبطال وزي ما قلت لحضراتكم كان فيه إعفاء لحوالي عشر أندية من الدور التمهيدي الأول اللي هو دور الاربعة وستين إعفاء، تراجي، بلوزداد، حرية كونكري الغيني، الأهلي، بيراميدز، ماموليجي سانداونز، سينبا التنزاني بيترو أتليتكو الأنجولي، تبي مازينبي، الكونغولي وبالتالي العشر أندية دول كانوا مستنيين يعرفوا الفائز من الدور الاربعة وستين عشان يواجهوهم في دور الاتنين وتلاتين وبالفعل زي ما انتشافين على الشاشة قدامكم طبعا يعني بعد تحديد الأندية المعفاء اتعرفت المواجهات بالنسبة لدور الاربعة وستين وكمان في حال التأهل مواجهات دور الاتنين وتلاتين طيب في دور الاربعة وستين في مباراة ما بين حافيا كونكري الغيني مع جونرسيون فود السنغالي طبعا الفائز بينهم هيواجه الوداد المغربي جارد النيجر هيلاعب داون من بوركينة فاسو والفائز هيواجه ترجي التونسي بو رينجرز من سيرليون هيلاعب ليسكر الليبيري والفائز هيواجه شباب بولوزداد الجزائري ميدياما الغاني هيواجه ريمو ستارز النيجيري والفائز هيواجه حراي كونكري الغيني طبعا المواجهة القادمة مواجهة بتهمنا كلنا لان الاهل هيكون في مواجهة الفائز من سان جورج الأسيوبي مع كيم كام بطل زينجبار كلنا عارفين ان في مواجهة ما بين سان جورج وكيم كام بطل زينجبار الفائز بينهم هيواجه الاهلي في دور الاتنين وتلاتين ومعيار القرع برضو كان مرتبط بانوتوتين اولا التصنيف ثانيا التوزيع الجغرافي عشان المواجهات ما تكونش فيها صدمات قوية وقدر امكان بيحاول الكاف بيتجنب المواجهات القوية في الأدوار الأولى حرصا على فكرة برضو ان يكون فيه منافسات قوية في الأدوار المقبلة وكمان مع مراعاة السفر والمناطق الجغرافية نتيجة كلنا عارفين طبعا الصعوبات السفر في القرى الافريقية